السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناتي التعليمية بالنسبة للجديد الفروض المراقبة المستمرة المذكرة الوزارية التي تكلمت في هذا الموضوع المذكرة الوزارية المؤثرة لفروض المراقبة المستمرة تم إلغاء الامتحان الموحد على صعيد المؤسسة كما كنا نعرف أن المستوى السلس ابتدائي كان فيه في نهاية الأسدوس الأول الدورة الأولى وحد الامتحان الموحد على صعيد المؤسسة هذا الامتحان الموحد تم إلغائه أو تم تعويضه بفرض موحد وهذا الفرض موحد غالي الدار في نهاية الأسدوس الأول في اللغة العربية واللغة الامازيغية بالنسبة لما دالت لكتقال الامازيغية وفي اللغة الفرنسية وفي الرياضيات والنشاط العلمي كما كنا نعرف ان الامتحال موحد على سعيد المؤسسة كانت فيه ايضا التربية الاسلامية وكانت فيه ايضا الاجتماعيات هذا الامتحال الموحد اللي عوض لنا هذا الفرض الموحد اللي عوض لنا الامتحال الموحد في غير اللغة العربية والفرنسية والرياضيات ونشاط العلمي ويكون في نهاية الأسدوس الأول بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي وأيضا السنة الثالثة تناوي إعدادي يعني الامتحان موحد المحلي سيتعوض بهذا الفرض هذا فرض المراقبة المستمرة الموحد على صعيد المؤسسة في الأسدوس الأول من السنة الختامية يعني في السنة السادسة والثالثة إعدادي وبتوفيق للجميع إن شاء الله